صباح لأنواره وسهلاً يا أهلا بكم تحياتنا رائلك ستسمية اليوم مثل ما شفنا بالتقرير أنه أنت حولت بيتك لاورشة للخزفيات وحدثينا أكثر عن هذا الموضوع من وين إجتك الفكرة وليش تحديداً فكرتي بهذا الموضوع موضوع الدورات اللي قمتها يعني طبعاً أول شي أشتغل خزف صالي يعني أكثر من 25 سنة ومثل ما تعرفون أنا حولت بيتي إلى معرض دائمي لهذه الأعمال وعندي ورشة كاملة بالبيت وأشتغل بيها فحبيت أنقل هذا التراث الفن الفخار للأطفال اللي هما الأساس فأقمت عدة دورات طبعاً هذه الدورات كانت تابقاً عندنا يعني صارت تقريباً 65 أو 66 أنا أشتغل دورات للأطفال الغاية منعتها أول ما بديتها بفن الفخار حتى نعرفهم التراث البلد مالتنا وبعدين يعني نخلصهم شوية نبعدهم شوية عن التليفونات وعن الآيباد نتعرفين حالياً صار عندنا يعني مرض التواحد انتشر بين الأطفال يعني من خلال هذه الإلعاب الإلكترونية والنقالات فإحنا أنا حبيت أنه أول شي عرفوا عن فن الفخار وكيفية التعامل مع الطينة وعجن الطينة فبديت هذه الدورات طبعاً مثل ما أقول بديت من نص صفر كانوا بالبداية متدربين قليلين كنت واحدي بالبداية بس حالياً لا أطورت شوية ورشة ما أطورت صار عندي يعني سبعة متدربين وياي يساعدوني لأن ما ألاحق عندي متدربين يعني آخر دورة قبل الأخيرة يعني قبل هذه الدورة الحالية كان عندي تسئين متدرب تسئين طفل موجود فأحتاج إلى كادر يساعدني الحمد لله والشكر قدرت يعني أوصل في شي حلو داخل مدينتي أطور هذا الفن أعرفه للناس والحمد لله يعني ما شبيهة وحسة هذه الدورة الأخيرة بيها نعم إن شاء الله نعم طيب باسد سمية هذه الدورات اللي الآن أنت يعني أقمت هذه الورشة داخل بيتك هذه الدورات شنو تضم من أنواع فن ممكن يمارسها الشباب وحتى الأطفال مثل ما تابعنا بالتقرير يعني بقان اختصاصي قلت ليش الخزف ودخلت ويا الرسم وكانت عندي دورة سابقة دخلت المواسيقة تعرفين يعني واحد مني نوع هذه المواقع يعني هذه الدورات الشي سر شي حلو يعني أول شي يعني الناس يعني تتونس عليه وأكيد يحبون يعلمون أولادهم هذا الفن كل الفنون الأهل يحبون تعرفين يعني جائحة خلت الناس ما تطلع خلت الأطفال بالبيت أكثر وقتهم شوفين يعني حتى يعني حالات عصبية بين الخوان ناس ما تتحمى الناس هاي كلها يعني كلها من الجائحة ومن الحفزة البيت فحبيت أنه أطلعهم شوية حتى يغيرون جو حتى يصير بناتهم في التعاون في العلاقات جميلة بناتهم شوفين يعني الوقت ما نحس بيه خلال هذه الدورة وفي الشي متونسين عليه كل شي طيب كيف شفت الإقبال من الشباب والأطفال على هذه الدورة كيف حسيت كمان يعني كان توجه الأهالي بأطفالهم بمثل هيك نوع من الدورات ومثل هيك وقت والله يعني أنا اتصالات جتلي كثير على الرقم التي تخلتها بالإعلان والناس هواية وحت هس يعني يحشون معي بالأهالي بالدورة يقولوا يا ريت تكرريها يا ريت بعد أكون عندك دورات يا ريت بعد أكون نشاطات نترم إن شاء الله على المستقبل بس خلي شوية نرتاح لأن الدورة متعبة تكون تعرفين طين ورسم هذه شوية متعبة فلازم شوية نرتاح لأن كانت عندي قبل هذه الدورة أم دورة قبلها ديشة كانت أكثر متدربين بها تسعين متدرب فشوية تعب وهذه الدورة الثانية بها تقريبا خمسين ستين متدرب شوية يعني متعبة فلازم واحد شوية يوقف يرتاح وبعدين يبلش بدورات جاية يعني إن شاء الله إن شاء الله أكيد كل التوفيق إلى ستينمية يعني العمل الرائع اللي تقومون بي والعمل المثمر وإن شاء الله يكون يعني على قدر هذا التأثير والفائدة لكل الأشخاص اللي يأخذون هذه الدورات بس أبدأ عرف ستينمية بالنشأل الأطفال تحديدا نعم تفضلي نعم طبعا جتلي حتى اتصالات يعني من بغداد يعني توقعوا أن هذه الدورة في بغداد يعني حتى في كربلة في بغداد في هواية يعني محافظات يردون هاتش دورات يعني أنا شنت أنشر يعني على التواصل الاجتماعي أنشر هذه الإعلانات فأكوا يعني هواية هواية خابروني أنه عبالهم الدورة في بغداد قالوا ياريت يعني حتى أكو قلت له إن شاء الله إن شاء الله بحيل الله أنه أطور هذا أخليه بعد يتوسع في محافظات العراق بس يعني في هذه الحالة أحتاج يعني دعم يعني كتوفير مكان إلي توفير يعني أهمشي أني مكان يعني كل مريح كوني أكثر من الناس نعم من خلالي أهمشي نعم بس يعني في دراسة بهذا الموضوع برنامج صباح دجداء ومن خلال قناة صباح دجداء نحب أن نوصل هذه الرسالة لكل الأشخاص المعنيين فيها لكل الأشخاص اللي ممكن يحبون أن يساهمون ويدعمون متلهيش مشاريع اللي تكون فعلا مثمرة وخيرية وكل الأمور الجيدة اللي راح تنشرها به المجتمع فنتمنى أن الأشخاص اللي حابين أن يعني يساهمون بهذا الموضوع أو الجهات المعنية أنه يتواصلون وياتوا بشكل مباشر ويتم التنسيق حول آلية معينة حتى يعني اذلل العقبات أمامكم في هذا العمل الرائع اللي تقومون نعم يعني هو هذا شي مفيد يعني نحن جان نفيد للصغار والكبار يعني في نفس الوقت ونعرفهم على التاريخ بلدنا نقضي وقت جميل وياهم نخلصهم من هاي الإلعاب الإلكترونية اللي غزة دماغهم يعني أنت الطفل من تطي تليفون كأنه حبستي داخل قفص يعني بحليتي بعد ما يشوف العالم ما يشوفوا أي شي ما يتطور دماغه ما يصر عنده اتجاهات أخرى خلص إنه بس يعني ملتزم بالتليفون والإلعاب وشون يمشي باللعبة وشون يخلص من اللعبة هيا هاي هذا الدمار لعقل الطفل يعني إحنا جاي نشوف هسه يعني درس الفنية بهاي جائحة اللغة من المدارس يعني يردون بس المنظور يعني دروس النظرية فقط هي الماشية فهذا هم يأثر سلبين على الطفل يعني شوفينا دائما فيه عصبية حتى مشاكل بينه وبين خوانه طبعا ولين هذا كله تأثير هاي التليفونات والإلعاب يعني حرفين ما يخلق هاي الدورات نحاول يعني نسعى بيها ونطورها وحتى تكون فيه محافظات أخرى يا ريت بس على قوتش يعني نكون دعم من أي مكان يوفرنا الاحتياجات بسيطة والله كريم نقول شاء الله يا رب إن شاء الله سيد سمية طب سيد سمية احنا شوفنا من شاء الله يعني حاليا فيه أعداد كثيرة للطلاب والأطفال وكيف عم تقدر تسيطر عليهم ويريت تحكي لنا عن عدد الكادر الموجود معاك وعم بساعدك طبعا الكادر عندي سبعة كلهم يعني خارجين فيلوم جميلة ويساعدوني عندي بالرسم يعني الدورة ماتية قسمتها إلى أربع أزاء مثل ما نقول يعني الأطفال اللي ما يعرفون نهائيا يرسمون يعلمهم بدايات الرسم وعندي شوية الكبار بالأمر اللي عدتهم موهبة نحاول نسقلها ونطورها إلى الأحسن حتى يركون إلى مرحلة أعلى بالرسم بالنسبة للفخار كذلك عندي أطفال اللي نعلمهم طبعا بدايات العمل الفخاري وعندي شابات تختلف مواضيع الأطفال تختلف عن مواضيع الشابات اللي هم عدتهم شوية ما نقش عدتهم معرفة بس عدتهم قابلية للعمل أكبر يعني تكون طفل مواضيع تختلف بس هي عندش أساسيات العمل شوان يشكلون الطينة شوان يستخرجون من عدها هذا شكل حيواني بالنسبة للشابات لعلمهم أساسيات البناء على القرص اليدوي بعدين في المستقبل إن شاء الله أفتح دورة على القرص الكهربائي يعلمهم شوان يتعلمون على القرص الكهربائي فيعلمهم أساسيات البناء لحبال طبعا طريقة لحبال بالعمل الفخاري وشكلنا مزهريات وطلعنا إنتاج يعني كانوا متونسين بالبنات الموجودات متونسوا بالأعمال يعني ما متوقعين أنه رح يشتعلون هاي الأشكال يعني ويطوروها إلى أشكال يعني مزهريات فخارية نعم جميل جدا نعم نعم نحن تابعنا أيضا بالتقرير وشفنا هالمواهب الجميلة وهالأرواح الحلوة وأيضا اللي كل الأعمال يمكن اللي قاموا بها يحسون هم هذا إنجاز كبير قاموا بها طيب ست يعني اليوم هل هناك مراكب أخرى ستسمية تهتم بهذا الموضوع بالمحافظة أو فقط أنتو الأشخاص الأبرز يعني يعني نقول جدا جدا قريب بس الفخار نعم الفخار يعني ما شفت أي واحد يشتغل يعني يسوي دورات فخار تعرفين يعني هي مئلة أسباب يعني الفخار شوية متعب بالعمل يحتاج لناس يساعدني يحتاج للمكان يحتاج لطاولات خشب للشغل يعني هواية إرادة أمكانية طين أجيبة مثلا من غير مكانات مو طين البصرة اللي تعرفين طين البصرة مالح مين ينجح بالعمل فهذا كله أهمي أثري يعني على الفنان شوفها الصعبة بالنسبة إلي بس دورات الرسم يعني موجودة نقول دورات أكو رسم بالبصرة بس مو ذاك الانتشار يعني مكانات محدودة نقول بالبصرة فأنا جمعت بيناتهن حتى أول شيء نطور عملنا ثاني شيء يعني نفيد أطفال مدينتنا وثالي شيء يعني فت شيء حلو أن تعلمين الطفل شوان يرسم بدايات الرسم حتى مثل ما قلتش درس الفنية ملغة بسبب الجائحة فأنت لازم تطين يعني لازم تفعلين هذا الدرس يعني لازم تتاخدين فن مكانه أنه داخل مدينة أنه تطورين فن الرسم ما يصير يبقى جموز بي لازم إحنا نعلم الطفل شوان يرسم يعني أنا عانيت أنه الطفل بدورات الفخار من أفرش الطينة إلى وأقل له أرسم مياع في الرسم نهائيا مياع في الرسم فأضطر أنه أنا أرسم لحتى هو يكمل العمل فأنا ليش افتحت دورة الرسم حتى تكون مكملة إلى دورة الفخار يعني الشي يرتبط بشي ثاني والحمد لله نجحنا بهذا الشي وطورنا بحث عسى صار عندي سبعة مدربين كان عندي يعني بالبداية واحدة كنت وبعدين صار عندي يعني مدربة واحدة وبعدين هسى عندي صار سبعة مدربين يساعدوني والحمد لله طورنا ونقول إن شاء الله نسعى للأفضل بعد رجل سمية اليوم بعد هاي الورشة اللي فتحتيها شو طموحك القادم شو الشغلات بتتمحي لعيلها وبتتمني أنه تحقيقيها بعد هاي الدورة وبعد هاي الدورة والورشة يعني طموحي طبعا أنا دوراتي خدمية تخدم أطفال مدينتي ومس الأطفال حتى كبار بالعمر طموحي إنه أسويها الورشة ماتية انتاجية تعرفين عندنا خريجين هواية من فنون جميلة يحتاجون إلى فرص عمل فحب أطور المشغل ماتي أخليه إنتاجي أستقطب الخريجين اللي يحتاجون فرص عمل أخليهم يشتغلون عندي بالورشة أسوي إنتاج أنزل إنتاج للسوق عن طريق مثلا السواق عن طريق بزارات عن طريق معارض فمعناته أنه أخدم الخريجين أخليهم يستفادون يعني هذا حيصر بيع يعني ممكن يستفاد الخريج بها خلال العمل ماتي يستفاد من هذا الشي إلى نسبة وإن نسبة ونطور عملنا ونخدم مدينتنا وليش إحنا دائما نستورد من دول الجوار خلي إحنا ننتج ما طول إحنا عدنا كفاءات خلي نستغل هذه الكفاءات وبهذه الأعمال الفنية ونطرح للسوق ننزل للسوق بشي أنا هذا يعني أمنيتي هذا طموحي إنه أسوي بمدينتي إن شاء الله يا رب أكيد كل التوفيق وإحنا بدوننا نتمنى لك كل التوفيق في هذه المسيرة الأكثر من رائعة وإن شاء الله ننتبع ويات كل تفاصيل هذا الموضوع شكرا جزيلا لحضرتك ولي وجودك ويانا للنوم إن شاء الله شكرا لإليك